اشتركوا في القناة اولادهم الاتنين هابيل وقاين قاين وهابيل اتعلموا من والديهم انه لازم الله ليه طريقة للاختراب فكانت النتيجة ايه انه قاين قدم لله من ثمر الارض من تعبه ده ما كانش بيعمل شر يعني اهو بيقرب بيصلي بس خد تعبيه هابيل ما عملش كده جاب من الغنم ودبح وبالايمان اه ليه انا عارف انه الاقتراب منك ما ينفعش الا على اساس الدم تالت قصة نوح بعد ما الله اوقع الطفان على البشرية بسبب فسادها التام برضو مش ده اللي بسط الله لان الله مش حب انه يهلك يقولي كتاب فبنى نوح مسبحا وقدم محرقات للرب فتنسم الرب رائحة الرضا كنو بيقول ايوة انا عايز الزبيحة رابع بس الجدير بالذكر بعد اذنك اه تفضل انه انه حتى مع نوح انه الله بيكره فكرة القتل له صفك الدم اوه طبعا فهاي الشريعة هي مش بس في شريعة موسى اللي توضحت لا تقتل من قبل لكن يعني قبل بعد الطفان يعني كان هاي الفكرة المحددة اللي اشار لها الرب في موضوع الدم واهمية الدم تمام تمام اه بعد كده قصة ابراهيم هات ابنك اللي بتحبه قدمه وهو حطه على المسبح قبعين قاله ما تتبحوش طب مين هيتقدم قاله فيه كبش فيه كبش يقولك فاخذ ابراهيم الكبش واصعده عوضا عن ابنه اسحاق انا عايز اقول انه دول الاربع بيورونا في اول سفر اربع اوجه لصليب المسيح ففي زبيحة الجنة حيث ستر ادم وحوة نرى كفارة المسيح الكفر الغطاء في هابيل بالزبيحة نرى الاقتراب الى الله على اساس الدم فاز لنا ايها الاخوة ثقة للدخول الى الاقداس على اساس دم المسيح مافيش مايقبلش صلاتي ولايقبل سجودي ولا تزبيحي اذا ما كنتش جاي على حساب اللي سفك الدم يسوع المسيح قصة الثالثة الله يرضى واشعر برضا لو جت له بزبيحة في قيمة الزبيحة الحاجة الرابعة ان الله اعدى بديلا له ابراهيم الله قال له خد كبش ده بديل عن اسحاء والمسيح كان البديل على الصليب اشتركوا في القناة